انسي فشل الكيك من النهار ده هعلمك تعمل كيكة المحترفين ببيضة واحدة بس والكيك هتطلع معايك هشة وخفيفة ومرتفعة جدا ولونها فاتح زي كيكة الاعلانات بالزبط وبدون مضرب ولا خلاط وان شاء الله هتعتمت الطريقة دي للكيك وهتبقى كيكتك اليومية للشاي بس لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان الناس كتير تشوفوا في الوصفة هنحضر في الاول المكاولات الجفة اللي هنعمل بيها الكيك بتاعنا عندي كوباية ونص من الدقيق دقيق الكيك او دقيق متعدد للاستعمالات هننخل بقى دقيق بتاعنا كويس جدا ودي خطوة مهمة واساسية وضرورية علشان الكيكة تطلع معايك هشة وخفيفة وكمان تطلع مش مكتومة لازم ننخل الدقيق بتاعنا كويس وممكن ننخل الدقيق كمان مرة واثنين وثلاثة علشان يديني افضل نتيجة هننخل عليهم بقى ثلاث معالق كبار من النشا النشا بقى هي هنا العامل الاساسي اللي هيخلي الكيكة لونها فاتح وكمان هيخلي الكيكة بتاعتي تكون دايبة كده وانتو بتاكلوها وكمان هيديها طعم حلو جدا رشة من الملح اساسية في كل الحلويات والكيكات وكمان كيس من الكيك شيف او معلقة كبيرة من البيكنج بودر نخلنا بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا هنبتدي نقلبهم مع بعض وهنركنهم على الجنب وتعالوا بقى نشوف المكونات السائلة اللي هنحضر بيها الكيك بتاعنا بولة كبيرة ولازم البولة بتاعتي تكون نشفة تماما من اي نقطة مية وهنحط فيها بيضة واحدة بس وهنحط عليها كمان كباية الا ربع من السكر طبعا البيضة دي بدرجة حرارة المطبخ خدوا بالكو ما تكونش ساعة من التلاجة بدرجة حرارة المطبخ هنحط عليهم بقى كمان زرف كده من الفانيليا وهنضرب البيضة كويس جدا مع السكر لحد ما البيضة تفتح كده لونها ويكون لونها فاتح جدا وابيض وتديني كمان قوام هش كده وفومي مهم كده ان احنا نضرب البيضة كويس مع السكر ونتأكد ان السكر داب تماما بعد ما ضربنا البيضة مع السكر كويس جدا هننزل عليهم بكباية الا ربع من الزيت النباتي ممكن نضيف نص كباية من الزيت وعليها ربع كباية من السمنة برضو هتديني نتيجة حلوة جدا هنقلب بقى كده او هنضرب الزيت مع السكر والبيضة كويس جدا لحد ما المكونات تمتزج مع بعضها هنضيف عليهم بقى كباية الا ربع من الحليب ويفضل ان الحليب يكون دافي هيديني نتيجة حلوة جدا ولكن باضافة الحليب مش هنقلب كتير يدوبك بس اول ما الحليب يختفي كده ويندمج مع المكونات هننزل على طول بالمكونات الجفة المكونات الجفة مش هننزل بيها مرة واحدة هننزل بيها كده شوية بشوية على دفعتين تلاتة لحد ما نخلص كل الكمية علشان نتأكد ان المكونات تمتزج مع بعضها كويس وبنقلب في اتجاه واحد ومش بنقلب كتير اول ما المكونات الجفة بتختفي خلاص بنوقف تقليب علشان الكيكة بتاعتنا متطلعش نشفة او مكتومة انا نزلت المكونات الجفة كده على دفعتين تلاتة كده لحد ما المكونات كلها تدخلت مع بعضها كويس جدا ما حضره بقى معي ربع كوبية من المياه السخنة المغلية مهم جدا المياه السخنة المغلية بتخلي الكيكة لونها يكون فاتح وكبان بتخليها خفيفة وهشة جدا فما تستغنوش عن الخطوة دي خطوة اضافة المياه المغلية وبتخفوش البيضة مش هتسيبه لأي حاجة ولكن بتفرق جدا في الكيكة وبتخلي قوامها كده رطب وبتخليها طرية وحلوة جدا طبعا انا مشغالة بقى الفرن دلوقتي على درجة حرارة 180 اول بقى ما خلص المكونات دي وقلبها كويس جدا هحطها في صنية تكون مدهونة بالزبدة وكمان عليها رشة من الدقيق الزبدة بتدي لون حلو جدا ليه الكيك وبتخليها معايا لونها كده بيكون من تحت زي فوق لونها زي الشمواء بيكون لونها حلو جدا وكبه ما تنسوش اضافة معلقة كبيرة من الخل اخر حاجة خلص في المكونات هتفرق جدا وهتدي هشاشة للكيك وهتقضي على زفارة البيت تماما وهتخلي الكيكة تطلع معايا لونها فاتح تقدروا تستبلوها بمعلقة كبيرة من عصير اللمون برضه هتديكم طعم حلو جدا الصينية اللي انا استخدمتها كانت مقاس عشرين تقدروا تستخدمه مقاس 16 او 18 او مقاس عشرين هندخل الكيكة لمدة نص ساعة وبعد نص ساعة هنختبرها بخلة خشبية ولو استوت هنتفي بقى عليها الفرن وحنسيبها جوه الفرن لمدة عشر دقايق ونفتح باب الفرن كده علشان ما تهبطش معنا وبعد عشر دقايق هنخرجها بقى كده ونسيبها تبرد براحتها وبعدين تكلوها بقى بالصحة والهنى جنب الشاي كده نكون حضرنا مع بعض ألز وأطعم كيكة يومية للشاي بقى أسهل وأسرع طريقة ومكونات موجودة في كل بيت مكونات اقتصادية جدا كنت معاكم مروة سامي وأشوفكم في وصفة جديدة باي باي